بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فبعد أن عرضنا لقضية المؤسسات المالية التي لها شخصية اعتبارية أو شخصية معنوية كما هو التعبير الشائع الآن وأن هذا الوصف شخصية اعتبارية أعطاها من الأحكام ما لم تكن للأفراد العاديين هل لهذا مثال سابق نظير سابق عند العلماء عند فقهاء المسلمين نعم هذا له نظير سابق المثال الذي وجد في كتب الفقه بعد أن وجدت الشخصية الاعتبارية ممثلة في الوقف الوقف معناه أن إنسان عنده قطع من الأرض أو عقار أو منقول على قوله بعض أهل العلم أو نقود ووقف هذا العقار لصالح الفقراء والمساكين لصالح المساجد لصالح المستشفيات لصالح التعليم لأي وجه من وجوه الخير وقف هذا المال هذا المال بمجرد هذا الوقف ينتقل ملكيته أو تنتقل ملكيته من الفرد الواقف إلى الله سبحانه وتعالى يعني لم تعد أنت مالكاً ولذلك يدار هذا الوقف من خلال كان قديماً من خلال ناظر الوقف والآن من خلال من يتولى هذا الأمر موسل في وزارة الأوقاف هذا الوقف هو بكورة فكرة الشخصية الاعتبارية طرح سؤال في القديم عند العلماء وخاصة عند علماء الحنفية ناظر الوقف قال بأن الوقف الذي يديره قد يعني بلي قد أصابه الوهن ومن ثم نحن نحتاج إلى ترميم هذا الوقف ترميم المال الموقوف يعني لو كان مثلاً لكان وبعدين نحتاج إلى ترميمه لكن ناظر الوقف يقول ليس عندي مال سائل ليس عندي نقود حتى أقوم بعملة الترميم وإصلاح الوقف حتى يؤدي دوره كما كان ويدر ربحاً من جديد فنحن نحتاج إلى السيولة إلى المال السائل فهل السؤال الذي طرح قديماً هل يجوز لنا كناظر وقف أو كرئيس لهذه المؤسسة أو كرئيس لهذه المنظومة الوقفية لهذه الشخصية الاعتبارية هل يجوز لي أن أقترض مالاً من الآخرين في مقابل أن أعطيهم وأرد لهم هذا المال المقترض الذي أخسته بزيادة علماء الحنفية في هذه الحالة نظروا إلى فكرة الشخصية الاعتبارية ولا شخصية المعنوية هذه وأجازوا مثل ذلك صحيح أنهم وضعوا ذلك في إطار معين لكنهم أجازوا هذه الزيادة على كل حال ولو أنني سألتهم هؤلاء الفقهاء في هذا الوقت ما رأيكم في أنني أريد أن أقترض لأرمم بيتي أنا كشخص طبيعي هل يجوز لي أن أقترض مع رد الزيادة أو مع اشتراط الزيادة يقولون لي هذا ربا إذن ما الفرق بين تصرفي أنا وتصرفي ناظر الوقف هو كائن هذا الفرق يكون في النظر إلى الشخصية الاعتبارية والشخصية الطبيعية أو الشخص العادي الفرد العادي الذي يعيش في المجتمع هذا فرق وضحه العلماء وبنوا عليه أحكاماً كثيرة مثال آخر وهو أن لو افترضنا أن إنسان هو ناظر على هذا الفدان ناظر وقف على هذا الفدان الموقوف الذي يأخذ ربحه لأجل المساجد وكان ذلك قبل إنشاء الوزارات التي تعنى بتنمية هذا المال وإدارة الوقف لكن ناظر الوقف هذا زرع هذه الفدان الذي هو ناظر عليه بالقمح وبجواره تماماً فلان الفرد العادي اسمه محمد زرع الفدان الذي يمتلكه هو بالقمح وهذا أعطى مثلاً عشرين أردب وهذا أعطى عشرين أردب فجاء ناظر الوقف يسألني ويقول هل علي زكاة في هذا المال في هذا القمح الذي نتج عن الأرض وجاء المالك الآخر يقول هل علي زكاة في هذا القمح الذي نتج من الأرض وكان هذا بالغ للنصاب وهذا بالغ للنصاب والله سبحانه وتعالى يقول وآت حقه يوم حصاده ونحن الآن حصدنا ناظر الوقف حصد والآخر حصد فالجواب أن ناظر الوقف أن مال الوقف لا زكاة عليه وأن المال المملوك للأفراد عليه الزكاة ومن ثم لماذا اختلف هذا الأمر عن هذا الأمر لأن الشخصية الاعتبارية لها أحكام والشخصية الطبيعية لها أحكام أخرى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم